خلال الساعات اللي فاتت كان فيه محاولات من جانب نادي الزمالك مع المهاجم المغربي خالد بطيب عشان يحلوا أزمة مستحقاته المتأخرة وديا هو كان خد فيه حكم بحقيته بتلاتة مليون دولار الحكم ده الزمالك استأنف عليه وخالد بطيب رفض الحل الودي رفض الحل الودي قبل النطق بالحكم في القضية وتمسك بالحصول على 2.5 مليون دولار 2.5 مليون دولار يعني سابق نصف مليون ده رفضوا أو رفضته إدارة نادي الزمالك أو مسؤولي نادي الزمالك في الوقت الحالي عشان يستمر النزاع بينهما ويجي بقى مجلس الإدارة اللي جاي ويحل هذه الأزمة إن شاء الله ماشي معسكر نادي الزمالك الداخلي اللي في الكاهرة شهد شهدة كبيرة من جانب الجهاز الفني للفريق بقية أخوان كارلوس أسوريو بيه السنائي السنائي مين يا أولاد شفت أنا أتكر خبر الأول بصيفة صحفية وبعد كده أقول لك السنائي مين يا أولاد أول واحد فيه مين سامسون أكينيولا الراجل معجب بيه في المعسكر الراجل معجب بيه في المعسكر يا ترى يا هل ترى سامسون يطلع وماشي الموسم اللي جاي الراجل يورينا صورة مختلفة الله أعلم خلونا نشوف أشهد أيضا بيه مصطفى شربي والأداء اللي بيشتغل بيه في المعسكر وشايف إن الاتنين ممكن يبقى ليهم مجهود أو شغل محترم في الموسم الجديد كمان السوري ومدير الفني للزمالك تمسك باستمرار السنائي عمر السيسي ومحمد أشرف رؤى مع الفريق وقال إنه ما ينفعش يمشوا من الفريق في الوقت الحالي في ظل عدم قيد لعبين جدد أو ضم لعبين جدد بسبب إقاف القيد فهو شايف إن عمر السيسي وأشرف رؤى ممكن يعمله لو عايزه أداء ما فيش تدائمات جديدة فرفض عشان عندهم الاتنين عروض راجل رفض تماما إنه هم يمشوا كمان المشكلة دي لسه قائمة كان دايما فيه وعود أو فيه كلام أو فيه خطوات إنها تتحل بس لسه قائمة لعابي أو لعابه نادي الزمالك جددوا طلبهم لمسؤولي النادي بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة قبل مباراة أرتا سولار في زهاب دول 32 بالكونفرار الأفريقية خصوصاً الفريق هي سافر تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري واللقاء هيقام يوم 16 ولعابه الزمالك كلمه كتير مع عبد الوحسان مدير الكرة وقالوله إن احنا محتاجين المستحقات المتأخرة في أسرع وقت قبل السفر إلى تنزانيا بس هو حقهم عشاناً بقى أمين معاك يا هو حقهم بس في نفس الوقت يعني بيني وبينك هي صعبة الوضع صعب في نادي الزمالك يعني الوقت مثلاً ممكن أروح أقول له واحد إيه أنا تعبان وحالتي صعبة جداً أنا عايب كرة حالتي صعبة جداً ومحتاج فلوسي دلوقتي حالة ماشي؟ اللي أنا بكلمه ده أصلاً معهش فلوس المسؤول أو النادي ما فيهش فلوس طبعاً عامل إيه الاتنين في معاناة النادي واللاعب فأنا لا عارف أشفق على اللاعب وأقول إنه لازم ياخد فلوسه طبعاً ولازم ياخد فلوسه ولا عارف أقول إن النادي مكسر عشاناً دلوقتي عنده مشاكل مالية كبيراً 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 جداً ترجمة نانسي قنقر